اشتركوا في القناة وهي بالفعل رؤية محيرة حتى للمفسرين تفسير رؤية الصندل للعزباء الصندل من الرؤى اللي هي حمالة اوجه لكن بالنسبة كبيرة رؤية الصندل او ضياع الصندل رؤية للأسف مكروهة فرؤية الصندل بالنسبة لبنت العزباء احيانا بتكون علامة على التغييرات والتغييرات الكثيرة اللي ممكن تحدثت لها في حياتها في الفترة المقبلة التغييرات دي ايبقى قد تكون محمودة وقد تكون مزمومة فمثلا على حسب حالة البنت العزباء لو عندها مشاكل وشافت ضياع الصندل في المنام للأسف تدل على استمرارية هذه المشاكل او ربما تدل على الازمات الكبيرة التي من الممكن ان تتعرض لها البنت العزباء خلال الفترة القادمة رؤية البنت العزباء للصندل احيانا تدل على ان هناك مسؤولية كبيرة على عاتقها وهي مش عارفة تتخلص منها ومش عارفة تتخطى هذه المسؤولية ومش عارفة تعمل فيها ايه رؤية الصندل بالنسبة للبنت العزباء احيانا ان هي بتدل على التغييرات السلبية او ربما تدل على عدم الراحة وعدم الاستقرار او ربما تعاني من بعض المشاعر يعني سبحان الله العظيم في لغبطة في المشاعر ومع شديد الاسف ده بالنسبة لرؤية الصندل انا شايف ان رؤية الصندل يعني رؤية تعتبر فيها قلق وانزعاج للبنت العزباء طبعا من الممكن ان تكون الرؤية فيها بعض الرموز الجيدة تحول الرؤية الى معاني جيدة ان شاء الله تبارك وتعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الكلام ده ممكن نتعرف عليه من خلال أبليكيشن حاضر في تطبيق حاضر ان شاء الله تبارك وتعالى هنتعرف على هذه الرسائل وسوف اتواصل معكم بشكل شخصي وبسرية تأمى اشتركوا في القناة